مرحبا في درس اليوم سنقوم بعمل Multi Signature في Binance Smart Chain وجميع التوكن الخاصة بها حيث يمكن تطبيق هذا الشرح على أغلب البروتوكولات المعروفة ليس فقط على Binance Smart Chain سيكون التطبيق فقط من داخل محفظة Trust Wallet وسنقوم باستخدام Protocol Safe من داخل Trust Wallet لحتى نقوم ببناء هذه الخزينة أو المعنى الأصح Smart Contract Wallet سنتحدث قليلا عن Protocol Safe هو عبارة عن Protocol يدعم خاصية Multi Signature لأكثر من شبكة ويوفر أيضا SDK لهذا الأمر قامت Binance مؤخرا بالتحدث عن Safe Wallet أو Safe Protocol بأنه أصبح يدعم Binance Smart Chain وأيضا تم تأمين 75 مليار دولار من خلال Safe Protocol وأيضا يحظى بالثقة من Vitalik والكثير من البروتوكولات الأخرى المشهورة وقمت بالتحدث مع فريق الدعم لأعلم هل تم تطقيق Safe Protocol وأيضا وهل لديه برامج Bug Bounty وكانت الإجابة نعم بأنه تم تطقيقه ولديه برامج مكافأة الثقرات ولكن لم يكن التطقيق من شركة CRT وأنا دائما أنصح فقط بشركة CRT والجميع يعلم لماذا وأيضا برنامج مكافأة الثقرات فهو موجود في نفس الموقع الخاص بهم وليس لدى وسيط بغض النظر وسيط مركزي أو غير مركزي ولكن ما زال هذا البروتوكول ناشئ وقاموا بطريع عملة مؤخرا كإيردروب لمستخدمين Safe Protocol ربما عندما يتم إدراجه في المنصات الكبيرة سيتم الطلب منه أن يحصل على تدقيق معروف وربما إجباره للخضوع لبرامج Bug Bounty أخرى الآن سنبدأ في الشرح سيكون التطبيق على Binance Smart Chain سنستخدم محفظة Trust Wallet وسنقوم بالتطبيق على Token PIP 20 وسنستخدم كمثال عملة CTK في البداية نفتح التطبيق ومن ثم نقوم بالدخول على البروزر ومن ثم نقوم بالتوجه إلى الموقع المتعلق بSafe Protocol وبعد ذلك نقوم بعمل Connect للمحفظة سنقوم باختيار Detect Wallet سيتم تحديده بشكل أوتوماتيكي وبعد ذلك نختار الشبكة Binance Smart Chain يمكنك اختيار أي شبكة تريدها نفس الإجراءات التي سنقوم بتطبيقه الآن تستطيع تكراره على أي شبكة أخرى تريدها أو عملة أخرى سنقوم باختيار Binance Smart Chain وبعد ذلك سنضغط على Connect وبعد ذلك سنقوم بالنقر هنا ومن ثم عمل Switch to BMP Chain وبعد ذلك Switch Wallet ومن ثم سننقر هنا والآن سنبدأ بعمل الخزينة الخاصة بنا أو بمعنى آخر سنقوم بإنشاء Smart Contract Wallet سأقوم بوضع Web3 Score Multi Signature ومن ثم سنقر Next وبعد ذلك سنضيف التواقع سأقوم بإضافة توقيعان على هذه الخزينة الأولى نفس المحفظة التي أستخدمها الآن التي تسمى يزن سأقوم بوضع لها اسم يزن وتم تحديد البابليك كي بشكل أوتوماتيك الآن سنقوم بإضافة الموقع الآخر سأقوم بتسمية التوقيع الثاني حمزة وسأقوم بإضافة عنوان البابليك كي الخاص به الآن لدي محفظة ثاني ترست والت الأولى باسم يزن والثانية باسم حمزة قمت بوضع الأدرس الخاص بباينس سمارت جين في الخانتين فبالتالي أصبح لدي خزينة عليها توقيعين من محفظتين ترست والت ملاحظة يمكنك إضافة أكثر من توقيع يمكنك مثلا أن تقوم بإضافة توقيع من محافظة باردة مثل لجر نانو وأيضا محافظة أخرى مثل بيتا ماسك مثلا أو أي محفظة أخرى الآن ننزل إلى الأسفل ونختار عدد التواقيع سأقوم بوضع توقيعان لدي عنوانان سأقوم بوضع توقيعين على هذه الخزينة ملاحظة أخرى يمكنك مثلا إضافة أربع تواقيع على هذه الخزينة وتقوم بوضع فقط توقيعين للموافقة أي يمكن للأربع تواقيع أن يقوم فقط إثنان بالتوقيع وبالتالي ستتم العملية ويمكنك وضع أربع تواقيع للأربع محافظ كما تشاء ولكن الأفضل أن تقوم بإضافة أربع ملاك لهذه الخزينة وتقوم بوضع الموافقة من خلال توقيعين فقط ففي حال إذا قمت مثلا بإضاءة محفظة معينة لا مشكلة تستطيع استخدام المحافظة الأخرى في التوقيع الآن سنقوم بالنقر على Next تكيفة إنشاء هذه الخزينة تقريبا لا تتجاوز العشر سنت ثم مرة أخرى Next الآن سننتظر حتى يتم إنشاء هذه الخزينة لا تقوم بالخروج من الشاشة انتظر من خمسة ثواني إلى دقيقة وبعد ذلك سيطلب منك أن تقوم بعمل موافقة وكذلك انتظر حتى تتم الاكتمال من الأربع عمليات التي أمامك الآن تم الانتهاء من إنشاء هذه المحفظة سنقوم بالدخول عليها الآن أصبح لدينا خزينة تحتوي على توقيعين يمكنك الآن إداع أي توكن له علاقة بـ Smart Chain سأقوم بعملية إداع في هذه المحفظة لعملة CTK سأقوم بإداع فقط 1 CTK الآن انتهيت من عملية التحويل فإذا شاهدنا هنا لدينا 1 توكن سننقر عليه فسنشاهد بأن لدينا 1 CTK في هذه الخزينة الآن سنحاول تسحب CTK من هذه الخزينة سنقوم بالنقر على Send وبعد ذلك Send Token وسنقوم بوضع عنوان الذي نريد أن نقوم بالتحويل إليه سأقوم بتحويلها إلى صديقي حمزة ومن ثم سأختار التوكن CTK ومن ثم سأضع المبلغ المراد ومن ثم نقر على Next ثم سنقوم بالنزول إلى الأسفل وبعد ذلك سنقوم الآن بالتوقيع من هذه المحفظة التي نستخدمها حاليا سنقوم بعمل Sign هكذا انتهينا يا أهلا بذكر الله سنقوم بالنقر على Sign ومن ثم على Confirm الآن كما نشاهد تمت موافقة من الموقع الأول ونحن الآن بحاجة إلى الموقع الثاني لتتم العملية الآن سنقوم بالدخول إلى المحفظة الأخرى الخاصة بحمزة التي قمنا بإضافتها كموقع ثاني نفس الأمر سنقوم بالدخول إلى الموقع Save وعمل Connect للمحفظة والدخول سنشاهد بأن هناك توقيع بحاجة إلى موافقة سنقوم بالدخول إلى المحفظة سنشاهد بأن هناك عملية بحاجة إلى توقيع سنقوم بالضغط على CONFER ومن ثم أيضا CONFER ومن ثم EXECUTE وأيضا ثم CONFER الآن تمت العملية بنجاح وتم سحب الCTK من هذه الخزينة الآن وصلنا إلى نهاية المقطع ولكن أريد أن أوجه نصيحة إذا قمت بعمل خزينة أو Smart Contract Wallet لا تقوم بفتح هذه الخزينة على نفس الهاتف ووضعت عليها مثلا توقيعين لا تقوم بفتح التوقيعين أو المحفظتين على نفس الهاتف استخدم هاتفين أو افتحهم على نفس الهاتف ولكن عندما تنتهي من كل الإجراءات قم بحذف المحفظتين أو إحداهما على الأقل لأن هناك بعض الفيروسات التي تقوم بالدخول إلى الجهاز وعمل كل شيء بشكل أوتوماتيكي وسحف الرصيد الخاص بك فدائما افصل المحفظتين بجهازين مختلفين وإلى اللقاء